زي ما دايما بنقول لكم ان في احداث كتيرة والشعب مش عارف يلتقط انفاسه ما بين احداث منها المؤسف وما بين صوالات وجوالات على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي كمان وبنقع شوية في ضحضيرة وشوية بنطلع وشوية انجازات على شوية اخفاقات ولكن في الاخر بنتمنى ان كل ده يبقى في طريقنا ان احنا نعيش في دولة احترمة بتحترم المواطن ودولة بنفخر ان احنا لما بنقول احنا مصريين ونبقى عايشين حياة كريمة وما اعتقدش ان حد عايز في كل اللي بيحصل ده غير انه يعيش حياة كريمة خلو نتكلم على احداث كتيرة ما بين معارك داخلين عليها زي الدستور زي الرئاسة مين اللي حط لجنة تلمية هيكلة مؤسسات همة زي الداخلية والاعلام كلام كتير هنتكلم فيه معضف نهوض ومجلس الشعب المنتخب دكتور وحيد عبد المجيد وهو وكيل لجنة شؤون خارجية بمجلس الشعب نهارك سعيد نهارك سعيد دكتور ونوارنا النهاردة في نهارك سعيد والحقيقة خلينا نبتدي مع حضرتك بالمادة 28 في الدستور واللي بتنص على تحصين قرارات لجنة العليا للانتخابات الحقيقة انه فيه اعتراض كبير جدا على المادة دي تحديدا خاصة في الفترة المقبلة اللي احنا داخلين عليها وهي انتخابات الرئاسة ويمكن هو ده اللي يهمنا في الوقت الحالي انه عايزين نعدي بقى من كل الازمات اللي فاتت ونبتدي صفحة جديدة ونبتدي مرحلة جديدة رأي حضرتك ايه في الجزء دي دكتور وحيد يعني الموضوع ده كان بينقش في المجلس في الايام اللي فاتت وكان فيه رأيين فيه رأي بيرى ضرورة تعديل هذه المادة بالرغم من انها من المواد اللي تم الاستفتاء عليها انما هي بتتعارض مع مبدأ ثابت واصيل وموجود في الاعلان الدستوري وموجود في تراصنا الدستوري كله وهو مبدأ الحق في التقاضي وعدم تقييد هذا الحق فكونها بتتعارض مع هذا المبدأ الثابت والاصيل في التراصي الدستوري للعالم كله وفيه كل المواسيق الدولية ففيه رأي بيقول ان ده ان تعديلها في هذه الحالة لا يحتاج الى استفتاء لانه ده تصحيح الخطأ لا يجوز ان يستمر يعني وفيه رأي تاني بيقول انه انه تعديلها بدون استفتاء ممكن انه يفتح الباب للطعم بعد ذلك على الانتخابات الرئاسية كلها وبالتالي نقدر يعني نقلل سلبيتها بان احنا نضيف للقانون عدد من الضوابط الاجرائية اللي تضمن سلامة العملية الانتخابية وتحد من اي فرص لحدوث اخضاء غير مقصودة او انتهاكات متعمدة او انحياز لاحد المرشحين من خلال اضافة ضوابط معينة وبالذات فيما يتعلق بمرحلة الفرز لان دايما المشكلة الاساسية في الانتخابات بتبقى في مرحلة الفرز وفي مقترح بعدد من الضوابط انه الفرز يتم في اللجنة الفرعية اللي بتجرى فيها الانتخابات فورا اغلاق باب الاقتراع وفي حضور مندوبي المرشحين وفي حضور وسائل الاعلام وانه اللجنة الفرعية بتفرز امام الناس تبقى نتيجة الفرز في صناديق هذه اللجنة واضحة بتقيد وكل مرشح بياخد نتيجة اللجنة دي مندوب بتاعه يعني من رئيس اللجنة الفرعية في ورقة رسمية ورؤساء اللجنة الفرعية يرسلوا هذه النتائج الى اللجنة العامة اللي هي في النهاية دورها انها تجمحها وإلى ان يعني يتم اعلان النتائج وانه وانه يبقى في وسيلة اعلام احدى وسائل الاعلام على الاقل مثلا القناة الاولى القناة النيل الاخبار يعني اي قناة لازم تبقى موجودة مع احدى القنوات الخاصة في خلال عملية الفرز ويتم اعلان كل لجنة على حدى يعني لو لجنة دي فيها مثلا الف صوت بتعلن النتيجة انه جيه مثلا ستمية نسبة اصوات صعيحة مثلا خمسمية وسبعين المرشح فراني خد كذا صوت ده كذا صوت ده كذا صوت وبالتالي يبقى واضح للجميع النتيجة من القعدة الى القمة يعني لا ينتظر الناس تقدر ان ننتظر وكده ان حد يطلع يقول هيف ولا نفاذ وده كمان يعني من الناس اللي بتدافع عن مادة 28 بتتكلم عن انه في ظل الظروف اللي احنا فيها اي حد ممكن بعد الانتخابات يروح طعن في الحكم ونفضل نعيد في انتخابات بقى طول عمرنا وابرده لازم تكون دوابط مش هنعيش ان ده الرئيس يعني مش هنفضل نعمل كده كتير طيب خاني اكلم عن الدستور ولجنة المئة اللي هتضع الدستور وكلام كتير واحنا ما بقناش يعني بقنا تايهين كمواطنين عاديم مناش في السياسة بقنا تايهين مين اللي يحط لجنة المئة دلوقتي المفروض المجلس الشورى مشارك في لجنة المئة بس المجلس الشورى منقوص لان فيه تلته المفروض هيتم تعيينه هل مجلس القوات المسلحة يعينه زي ما حصل في مجلس الشعب ولا هننتظر الرئيس القادم علشان يعينه كما هينص عليه الدستور يعني احنا فين بقى في لجنة المئة دلوقتي لا مجلس الشورى التلت المعين حينتظر الى ان يتم انتخاب الرئيس تمام لانه اللجنة المئة دي والجماعية التأسسية حينتخبها الاعضاء المنتخبون في المجلسين تمام حتى العشرة المعينين في مجلس الشعب دور مش هيشاركوا في انتخاب الجماعية التأسسية وبالتالي التلت المعين في مجلس الشورى مالوش وظيفة في اللحظة الرهنة وذلك حتى الاعلان الدستوري نص على انه رئيس الجمهورية هو اللي حيعين وده افضل طبعا من انه يعين الانية فالمجلسين بهذه التشكيلة اللي هم هيبقى ال498 المنتخبين في مجلس الشعب وال180 المنتخبين في مجلس الشورى هيكتمعوا يمكن خلال عشر تيام وحينتخبوا جامعية من مئة عضو حتضع مشروع دستور ويطرح للاستفتاء العام هينتخبوا مية من نفسهم ولا هيبقى ممكن كما فيه ناس مبارعي اتذكر وثيقة السلمي اللي حصل عليها اعتراض كان فيها تأسيمة للجنة المية من قبات فنانين وجهات مختلفة علشان فعلا يبقى دستور ممثل حقيقي للشعب صحيح اللي هيسا بقى يختاروا المية هنا منين يعني بالضرورة هيبقى بعضهم من اعضاء المجلسين وبعضهم من الخارج ليه؟ لانهما المفروض المية دول يمثلوا كل فئة المجتمع التمثيل ده نوعين تمثيل سياسي وتمثيل اجتماعي تمثيل السياسي اللي هو الأحزاب والقوة السياسية المختلفة اللي هي المفروض تبقى كلها ممثلة بكل أطيافها من اليسار إلى اليمين وغالبا دول ده دول هيجوا من داخل المجلسين لانه كل الأحزاب تقريبا ممثلة الجزء التاني اللي هو التمثيل الاجتماعي ده هيجي بقى من خارج المجلس ده هيبقى فيه تمثيل للفئات المجتمع المختلفة بدءا من العمال والفلاحين والمهنيين والطلاب وأسادة الجامعة والهيئات القضائية إلى المفكرين والفنانين أظهر والكنائس من جميع الفئات والكتاب والفنانين من جميع الفئات فيه بعض الفئات سهل أنه لها هيئات منتخبة ممكن تتحدد أو ترشح للمجلسين يعني أنتخاب مرشحين وفيه فئات ستبقى فيها مشكلة مثلا الفلاحين الفلاحين دول يعني ما يقرب من 20 مليون مصري تقريبا ليس لهم جهة تمثلهم صحيح فيه يعني حاجات كتير قوي كله منها يزعم أنه يمثل الفلاحين نقبات والتحادات إنما كل كيان منهم يعني هو يمثل تقريبا أفراده يعني اللي هم موجودين فيه إنما ما فيش أي جهة عمر الفلاحين في مصر ما كان لهم تمثيل نقابي حتى على مستوى العمال العمال كانت بشكل موحد يعني بشكل موحد يجمعهم أو حتى بشكل مجزأ بس منظم ومعروف أنه هذه النقابة تمثل مثلا فلاحين كذا دي نقابة مثلا بتمثل العمال الترحيل الزراعيين يعني ما فيش ما عندناش فدي حتبقى مشكلة في الاختيار بعض الناس اللي حيبقوا من الخارج معلش برضو معلش أنا أبدا نتقل عشان الدستور برضو عمل لنا كلنا أقزمة في فترة اللي جاية حيك قلت جزء من المجلس لأنهم بيوصلوا التجارات سياسية والجزء الأجزاء دي قد إيه يعني عندنا معلومات بأرقام لأنهم مئة شخص فلو قلنا جزء من داخل المجلس والمعظم المجلسين إسلام سياسي فاحنا بنتكلم على 50% إسلام سياسي و50% مواطنين عاديين غير الإسلام السياسي ولا بنتكلم على 80% ولا بنتكلم على نسب عاملة إزاي ولا ما عندناش لسه معلومات لا هو هو التمثيل السياسي حيبقى يعني فيه رأيين فيه رأي بيقول أنه حسب الأوزان النسبية للأحزاب لازم يقول حد أقصى لكل حزب لا يتجاوزوا عشان نوسع قعدة التمثيل فدول رأيين دي كلها أراء وما زلنا لسه لم يتم تحديد التحديد بعد لا لسه لسه ما تمش تحديد فيه مشروع قانون بتعمل في اللجنة الشرعية في المجلس مفروض يعني يخلص اليومين الجايين دول ويطرح للمقاش طيب دكتور وحيد الحقيقة أنه فيه تصريح كان للإخوان والسلفيين أن هم هيسحبوا الثقة من الحكومة الحالية وحكومة دكتور كمال الجنزوري بعد بيان الأحد القادم وربط حضرتك بالكلام ده بفكرة الحكومة الاقتلافية وبعد من الحكومة الاقتلافية يعني ما تمتش وما حصلتش هل حضرتك مش شايف أنه داليا لقب ده ولا ده ملوش علاقة خالص بفكرة أنه كان الحكومة الاقتلافية اللي كان المفروض أنه هيكون موجود ما بقاش موجود يعني هو لسه لسه مفيش مفيش مؤشرات واضحة على الموقف اللي حيتتخذ تجاه حكومة الجنزوري إنما فيه يعني إدراك عام عند تقريبا كل الأحزاب أنه هذه الحكومة لا تفعل شيئا وخصوصا في الملفين الأكثر خطورة لهم الملف الاقتصادي والملف الأمني وأنه الوضع الاقتصادي بيزداد تدهورا والأمني كمان والأمني كمان وأن استمرارها الاربع خمس تشهر أو ست تشهر اللي جايين دول رغم أنها فترة تبدو قصيرة جدا ناس أولها كان إيه كم شهر نعم كم شهر دول ممكن يبقى الاقتصاد اللي هو عند نقطة الصفر هيبقى تحت الصفر ممكن الاحتياطي النقدي اللي هو كان 36 مليار وبقى فيه دلوقتي 14 أو 13 مليار يكون بقى اتصفة وبالتالي لما تتشكل حكومة جديدة هتبقى في وضع أصعب بكثير من الوضع الوضع الرهي فالاتجاه ده موجود لكن حتى الآن المجلس صلاحياته فيما يتعلق بتغيير الحكومة كلها ليست صلاحية ليست كبيرة المجلس استطيع سحب الثقة من وزير كوزير لكن فيما يتعلق بالحكومة بالحكومة على بعضها المجلس ممكن أن يعبر عن عدم رضاءه عن الحكومة ويعمل تقرير بيسمى مسئولية رئيس الوزراء ويقدمه إلى رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه هو المجلس العسكري دلوقتي المجلس العسكري حتى الآن ليس راغبا في تغيير حكومة الجنزورية ومرتاح للتعامل مع حكومة موظفين كلهم يعني معظمهم وكلاء وزارات يعني قراراتها متعلقة ببرنامج حتتفق عليه أحزابها لكن حتى هذه اللحظة يعني أنا مش شايف في الأفق أنه في هذا يعني ده ممكن يعمل صدام مع المجلس العسكري أظن أنه محدش راغب فيه في هذه اللحظة بالإضافة إلى أن أنا حتى الآن ما فيش استعداد يعني عشان اتخذ إجراء من هذا النوع ويطلب المجلس تغيير الحكومة لازم يبقى فيه استعداد بحكومة جديدة هذه الحكومة الجديدة عشان تبقى حكومة اقتلافية لازم تكون اتصالات بدأت من أسابيع بين الأحزاب عشان تتفق عليها وعلى برنامجها كل هذا لم يحدث لم يحدث حتى الآن وبالتالي المؤشرات الأدامي أنه ده مش وارد حتى الآن في نفس الوقت القيادة الإخواني خارة الشاطر بيعلن عن استعداده لتشكيل أو استعدادهم يعني جامعة الأخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة أن هم يشكلوا حكومة وأعلنوا ده بقال لهم فترة وبعدين تلعا قالوا لا ده مش حقيقي ده كلام وما زننا مش عارفين إلا يا حسن أنا عايزة يعني أقول شوية حاجات كده وعايزة حياتك تقول لي رؤية حياتك لها إيه في الوقت اللي كان فيه مجموعة من المعترضين على حكومة دكتور كمال الجنزوري معتصمين أمام مجلس الوزراء لأنه هذه هي الحكومة الوحيدة اللي ممكن تبقى عندنا في الوقت الحالي وهم كام شهر والمجلس هو ينعقد وما شابه فرفضوا ده بعدها بشوية قالوا إحنا بندعم حكومة دكتور كمال الجنزوري بشكل أو بآخر دلوقتي هم بيفكروا في صحب الثقة في حكومة كمال الجنزوري وإن كان ده مش من صلاحياتهم في الوقت اللي بعد أحداث برسعيد لجنة تقصي الحقائق لما طلعت قالت وطالبت ومن توصياتها كان سحب الثقة من وزير الداخلية تم تجاول هذا الموضوع بشكل كبير وفهمنا أنه ده يمكن مش من صلاحات المجلس أصلا ودلوقتي بيقولوا أنه إحنا عندنا استعدادنا الشكل أنا مش فهم حاجة يعني حندك حل يعني حقي مش فهم حاجة لا الموضوع بسيط جدا يعني ساعة ما تكلف كمال الجنزوري كان كان انتخابات مجلس الشعب خلاص على الأبواب يعني آه كان خلال الانتخابات آه كان خلال المجلس هنعقد آه كان الرابط تنتهي كان فيه اعتقاد وقتها عند سواء حزب الحرية والعدالة أو النور وأطراف أخرى أنه هذه الحكومة ممكن يبقى أداء أفضل من حكومة أصام شرف والاعتقاد ده كان مبني على افتراض ثبت خطأه وأن كمال الجنزوري عنده خبرة بالذات في الملف الاقتصادي اللي هو الأكثر خطرا وأنه عنده صلاحيات أنه هياخد صلاحيات كان منذ الصلاحيات ده وأهمي يعني اللي عايز اللي عايز يشتغل ويؤدي دوره مش محتاج ياخد صلاحيات من حد يعني أصام شرف لو كان اشتغل وقرر وعمل والمجلس العسكري قال له لأ وقال للمجلس العسكري لأ أنا اللي بقولك لأ ونرجع للشعب ما كناش وصلنا إلى هذا لو كان في حكومة عندها شجاعة ورئيس حكومة مالي مكانه وعارف يعني إيه رئيس حكومة وعنده وجاي بدعم شعبي وقتها ولو كان مجلس العسكري يقول له لأ يقول له أنت اللي لأ وما تتدخلش فيما لا يعنيه لو وارد دا يا دكتور أه طبعا مش وارد دا يا أنا حسن ودا يعني ونلجأ للشعب قل له تعالى تعالى نلجأ 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 احنا الاتنين للشعب نطرح أدي رأي الحكومة وأدي رأيك وحنروح للشعب خليه 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 خطار كان ساعتها تحط المجلس العسكري في حجمه وفي حدوده لكن عسام شرف تعامل مع المجلس العسكري باعتباره جندي في جيش كمال الجنزوري جي عامل نفس الحكاية تبين أنه الخبرة القديمة اللي عنده على فكرة يعني الخبرة هنا مهمة لأنه الاقتصاد المصري فيه كثير من الغرف المغلقة وفيه مسالك وممالك ودهليز والحكومة الجديدة هتتعب فيه يعني الإلمام بالخيوط بتاعتها فكان فيها اعتقاد أنه ممكن حكومة الجنزوري على الأقل تساعد في أنها المشاكل الأساسية الموجودة في الهيكل الاقتصادي أنها تصلحها وتزبطها شوية وبالتالي تسلم للحكومة اللي جاية بوضع اقتصادي أفضل اللي حصل للعكس أنه الوضع الاقتصادي بيتدهور وأنه نزيف المستمر في الاحتياطي النقدي بيزداد وأنه وصلين لخطر أنه هذا الاحتياطي يستنفذ وأنه فيه سياسات خاطئة لم لم يفعل الجنزوري فيها شيء بالذات على المستوى النقدي فيه وضع مالي متدهور جدا فأصبح الانتظار الفترة الباقية رغم أنها فترة قصيرة إنما الأخطار التي ستترتب على استمرار هذه الحكومة أخطار أكبر بكثير من الفترة هنا لا تقاص بالزمن إنما تقاص بالأخطار المترتبة على استمرار الحكومة في هذا الزمن القصير رغم أنه قصير المشكلة أنه المجلس ستكون متمسك بالستمرار الحكومة لغاية تسليم السلطة وأنه البرلمان إذا قرر أو طلب تغيير الوزارة وقرر مسئولية رئيس الوزراء عن المشاكل القائمة في هذه الحالة إذا لم يستجب المجلس العسكري هيحصل توتر وحيحصل نوع من الصدام الذي قد يؤثر على مصار الجزء الباقي من المرحلة الانتقالية وعلى الانتخابات الرئاسية وذلك أنا مش شايف في الأفق حتى الآن أنه في استعداد لهذا لأنه أول مؤشر على وجود استعداد لهذا أنه لازم يبقى فيه اتصالات لتشكيل حكومة التلفية وده ما حصلش طيب دكتور وحيد الحقيقة أنه كمان فيه جزئية شغلت رأي العام بشكل كبير جدا الفترة اللي فاتت وهي فكرة الرئيس التوافقي أنه كان فيه اسمين مرشحين واللي هم دكتور نبيل العربي والوزير السابق منصور حسن والحقيقة أنه بعد كده الاسمين دول اختفوا وكل القوى السياسية وكل الناس رفضت بشكل كبير جدا فكرة الرئيس التوافقي وقعدنا نتكلم عن الرئيس التوافقي وأنه ممكن يبقى إهانة للرئيس اللي هايبقى مختارين وكلام كتير تقال وبعدين قالوا حزب الحرية والعدالة الممثل يعني أو الإخوان المسلمين الممثلين في حزب الحرية والعدالة أنه إحنا هندعم حد إحنا مش نعمل حاجة اسمها رئيس توافقي ولكن هندعم رئيس معين أو شخصية معينة تفتكر حضرتك إيه هي المواصفات اللي ممكن تكون موجودة في الرئيس اللي هيكون مدعم من قبل حزب الحرية والعدالة و يعني إيه يعني هيدعموها إيه اللي هيحصل يعني توافقي بين مين ومين يعني يعني نفهم بس الجزء دي أكتر الحقيقة رأي العام وده يمكن بعد كده هنتكلم حضرتك فيه أنه رأي العام مجغول بحاجات كتيرة جدا وإحنا في الحقيقة عندنا مشاكل أهمة بكتير قوي من كل الكلام ده فبس نعرف في وجهة نظر الحرية والعدالة في فكرة رئيس التوافقي وهيدعمو ازاي وهيدعمو هيدعم مين شوفي شوفي هو دور الأحزاب في الانتخابات الرئاسية ما هوش دور كبير يعني الانتخابات الرئاسية تختلف كتير عن الانتخابات البرلمانية الانتخابات الرئاسية وبذلك الانتخابات اللي هي انتخابات أشخاص وليست انتخابات أحزاب اللي ممكن يعمله أي حزب أنه يدعو أنصاره للتصويت لهذا المرشع أو زي لكن كل حزب يعني أنصار أي حزب أنواع مختلفة فيه الأعضاء اللي هم ممكن يلتزموا بقرارات فيه فيه متعاطفين قريبين من الحزب ممكن برضو يلتزموا لكن فيه أيضا ناخبين بينتخبوا هذا الحزب اقتناعا به أو اقتناعا بمرشحين بتوعه في هذه الدائرة أو تلك وده 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 النمط الأكثر شيوعا أنه الناخب ينتخب حزب الحرية والعدالة أو حزب النور أو حزب الوفدة أو حزب كده بسبب اقتناعه بالمرشحين بتوعه في الأساس أكتر من الحزب نفسه وبالتالي يعني ما فيش حزب حيأثر على نتيجة الانتخابات الرئاسية ولا حتى 3-4 حزاب لو اجتمعوا مع بعض يعني لو خدنا مثال مثلا حزب الحرية والعدالة حزب نفسه وحلفائه واخدين في الانتخابات البرلمانية ما يقرب من 11 مليون صوت 11 مليون صوت دول ما ماش في جيب حد يعني ما حد شحطتهم في جيبه في يوم الانتخابات الرئاسية حيطلحهم حيصوتوا لمرشح واحد ده مستحيل يحدث 11 مليون دول ممكن يصوتوا ل3-4-5 مرشحين انما اللي ممكن يلتزموا بقرار الحزب بتأييد هذا المرشح اوزا انا بعتقد انه لا يزيد عن من 2-2.5 مليون من 11 مليون وال2-2.5 مليون دول هم اعضاء الحزب والجماعة والدوائر او الحلقات المحيطة بيها يمكن كمان جزء منهم ينتخبوا مرشح اخر غير اللي هتختاروا الجماعة والحزب لانه لانه هم مش هيختاروا الدكتور عبد نعم وفتوح وفي جزء من اعضاء جماعة حزب الورياء هينتخبوا الدكتور عبد نعم ابو الفتوح فموضوع الانتخابات الرئيسية في الحقيقة مختلف خالص يعني القياس في على الانتخابات البرلمانية يؤدي الى نتائج غير وقعية بالمرة حزب الحرية والعدالة هل سرح هيدعم من المرشحين لا لا هو قال انه هيعلن المرشح اللي هيدعمه بعد غلاق باب الترشيح ده يعني طبعا اللي حضرتك بتقوله ده كل امنياتنا ان ده اللي يبقى الواقع ولكن طبعا بعد تجربة الانتخابات وبعد قبلها تجربة الاستفتاء اكتشفنا انه لا في الاخر في استخدام للسلطات زي سلطة الدين وعلاقة الشعب المتدين بربنا بتتم استخدامها باشكال المختلفة لدعم اشخاص بعينهم ففي مازال هذا التخوف موجود ما هو ما زدي برضو ما لاش علاقة بالاحزاب لانه لانه غالبا او معظم المرشحين اللي هم خلفية دينية هيبقوا مرشحين مش هيحظوا بدعم احزاب لان حزب الهرية والعدالة قال انه هيرشح معاديا للمشروع الاسلامي لكنه ليس من الحركة الاسلامية حزب النور منقسمين على الشيخ حزم موسماعين واللي بيقيدوه من حزب النور حتى الان فيما اعرف حزب النور يعني والجامعات المرتبطة به مش الجزء الاكبر في الحزب فعشان جاي بقول ان صورة الانتخابات الرئاسية بتختلف عن الانتخابات البرانمية ولسه مش وقت حال حد دلوقتي لا لسه مش واضح دكتور رحيد ختاما في كلام على انه في بلاغات مقدمة لمحكمة الادرية العليا ببطلان مجلس الشعب وده لانه الاحزاب تزحمت مع الفردي في التلت بتاع الفردي بالمقرر بالتلتين بتوع القوائم هل ممكن يطلع قرار ببطلان مجلس الشعب تفتكر لا لانه القانون اللي اجريت على اساسه الانتخابات اللي هو بتاع التلتين والتلت وان التلت ده للمستقلين واعضاء الاحزاب ده تم تحصينه بنص في الاعلان الدستوري اللي هو اللي هو انه ان الانتخابات بتجرب بتجرب هذه الطريقة مع هذه الطريقة فالمحكمة الإدارية اللي حاكمت اللي حولت الموضوع للمحكمة الدستورية لو كانت تطلعت على الاعلان الدستوري ما كانتش حاكمت ما كانتش عاجل هو هي حاولته بشكل روتينى يعني يعني يوا ده تحويل روتينى انما انما ملوش ملوش اي اي اساس لانه منص ده عامل زي المادة 28 اللي هي لتحصن مجلس اه يعني مش بطل يعني المجلس الشعب لا مش وارد عن حكمة دستورية هترفض ولكن طب من حق الرئيس المنتخب انه هو يحل مجلس شعب؟ وفقا للعلان الدستوري الحالي يعني لو جي الرئيس قبل الدستور مش من حقه لانه مش موجود في الاعلان الدستوري حقه بانه يحلو ان لا ده هيتوقف على الدستور الجديد شوف بقى الدستور الجديد يعني الاتجاه العام ان صلاحيات الرئيس فيه لن تكون واسعة وان السلطة التنفيذية تبقى برأسين متوازيين رئيس جمهورية ورئيس حكومة كل من هما لقوا صلاحيات ورئيس الحكومة ليس تابعا رئيس الجمهورية ما بيعينوش ويقيلو زي ما هو عايز انما رئيس الحكومة بيأتي من البرلمان يرشحوا البرلمان ببرلمانية رئاسية كده يعني اه اختلط بين الاثنين دكتور وحيد عبد المجيد عوض مجلس شعب ووكيل لجنة اشقون الخارجية بمجلس شعب بشكر حلقتك على ويودك معنا يا فندم وحلقتك سعيد خلصت حلقتنا النهاردة بكرة هنبقى معاكم في حلقة جديدة ويا رب ريبقى نهاركم سعيد صباح الفن